اثر لأي نبي لا توجد لا ابدا ابدا يعني الحضارة السومرية تذكر سبعين نوع من الجبن وخمسين نوع من البيرة وتذكر ادق التفاصيل في حياة الناس كل الاحداث السياسية تذكرها كل الاحتجاجات الشعبية يعني عدنا اوركاجين هذا واحد من المصلحين شهدت قبله مدينة لقش حالة من الفوضى واحتجاجات الناس وكذا تخيل ان هذا الكلام في الفين واخمسمية قبل الميلاد الفين واربعمائية قبل الميلاد وذكرته بالتفصيل بالمسمارية قالت ان هناك احتجاجات على ارتفاع الاسعار وعلى اعتكار الامراء للارض وزوجاتهم كذاك مرفهات وإلى آخره والشعب جائع ناس جائعين وحصل الثورة وجاء المصلح اوركاجينة او انكمينة يسمونه وهذا المصلح قام باجراء اصلاحات دينية من ضمنها استرجاع الاراضي من اصحاب النفو يعني قصدي من كلامي هذا ان النصوص الكثيرة جدا التي وصلتنا من من الحضارات القديمة تذكر ادق التفاصيل عن حياتهم لكنهم لا يذكروا النبي يعني ماذا نفعل نحن امام هاي المفارقة انت انا سألك هذا السؤال دكتور يعني لما انا اجي لحضارة المصرية فيها خمسين نوع من انواع المكياج والزينة والملابس والاحذية وإلى آخره وعندي انواع الاسلحة مالتهم آلاف الانواع هي وصورها موجودة وعندي انواع الجيوش وعندي المعارك واحدة بعد الاخرى كل شيء مذكور بالتفصيل لكن لو لم نذكر ان شخص متمرد اسمه موسى خرج على الفرعون والفرعون تبعه بالجيش هذا ما موجود اذا نرجع مرة اخرى انا صاحب المختبر من اين اجيب هذا يعني هل اكذب على نفسي واكذب على الناس واقول انه موجود هذا مو صحيح ربما سينوجد في يوم من الايام في الاثار لكن لحد الان غير موجود اذا هي مشكلة حقيقية يعني انت بالضبط مثل ما عندك صاحب مختبر وعندك ناس عامة واكفين برا يريدون بيقول هو يتطلع النتائج هو يقولهم يا اخوان هذه هي فحوصات الدم وهذه هي فحوصات البلازمة وهذه فحوصات اليورين ما عدنا منين نجيب لكم يعني انا منين راح اجيب لك الان اسماء الانبياء المذكورة في الكتب المقدسة وهي غير موجودة ولا واحد بهم موجود في الاثار ولا صورة ولا كلمة ولا واحد قال عنهم جملة واحدة اذا لازم نسأل شؤال خطير جدا كيف كتبت هذه النصوص كيف من الذي كتبها وكيف كتبت وما هو القصد من كتابتها سيقول للكثيرون انها انزلت حسنا اذا انزلت انا اصمت ولا اتحدث عنها وفعلا انا مكاتب بحياتي عن اية دينية واحدة لكني اقول ان الاثار لم تتحدث عن الانبياء يعني هاي المفارقة احنا ليش ما يعني الصراحة اقولك ليش ما نتوقف عدها يعني ليش ما نتوقف عد هذه المفارقة ما هي موجودة ليش نتهرب منها بالرجوع للواية الدينية احنا نقول ما موجودة لا يوجد شيء نعم نعم الكتاب الديني نرجع نقول يجب ان نفحص متى يعني النسخة اللي عندي انا متى طلعت هما طبعا اكوا كلام يعني على سبيل المثال بعض الاديان تقول كتابنا هو كتاب آدم تخيل واحد يجي يقولك انا الكتاب مالتي هو كتاب آدم هو آدم كاتبة طيب انا هذا بالنسبة لي الكلام صعب شنو شنو يعني انا آدم شوكتي يعني قبل عشر تالف سنة مثلا واحد يجي يقول انا كتابي كاتبة موسى موسى متى موسى بالتقديرات التي متفق عليها انه هو ظاهر في حدود يعني خلينا نقول الف سبعمية وخمسين تقريبا طيب انا من اجل الكتاب الموجود امامي اجده في القرن الرابع الميلادي يعني كتاب التوراة اقدم نسخة له هي في القرن الرابع الميلادي اذا هو كان طيلة الفترة السابقة يكتب هنا وهناك ويجمع وفعلا احنا لدينا تفاصيل معروفة جدا يعني في في تتبع الكتب المقدسة وتاريخها يعني لم تكن كتب يعني موحدة كانت متعددة وكانت عبارة عن قطع صغيرة متناثرة هنا هناك جمعت في زمن محدد يعني ومع هذا حتى النسخ اللي جمعت في هذا الزمن محدد لم تصلنا وصلتنا لها نسخ جدا قريبة العهد بالمناسبة يعني ليست بعيدة جدا ومع هذا نجي نقول هذه هي رواية او مكتوبة بهذه الطريقة اليس من حقي ان اتساءل عن كل ما فيها اليس من حقي ان اتساءل عن جغرافيتها مثلا وين موجودة هذه الاماقن المذكورة هذا شيء طبيعي وهذا يحصل ليس فقط مع دين ابراهيمي او هذا كل اديان العالم يعني كتاب الفيدا المقدس الذي هو مكوم من اربعة فيدات او اربعة جزاء مفحوص من الغلاف الى الغلاف في كل شيء ومدروس دراسة عميقة اياته اماكنه مدنه اسماء الالهة الموجودة فيه اسماء البشار كل شيء بالتفصيل واللي موجود موجود واللي غير موجود غير موجود يعني هذا حال طبيعي المشكلة انه احنا نريد ان نضع المقدس مقفل ولا نتحدث عنه هذا من وجهة نظري ما عاد يتناسب مع طبيعة العصر ليش لان العصر كل يسئله الان العصر يسأل يسأل عن كل شيء مو فقط هذا كل شيء كل تفصيل يسأل عنه اذا ما الضير ودائما اقول انا هذا الكلام ما لم نجده اليوم قد نجده غدا لماذا لا نعم